توجد كسورة عشرية دورية يتكرر فيها رقمين او اكتر هذا اللي نحكي فيه ركزوا معي نفس طريقة الحل بس اللهم بدل ما نضرب بعشرة رح نضرب بمية ليش لانه منزلتين ركزوا معي واحد واحد وتمانين دوري معنا نفس الاشي باجي بعود بدل الاكس بفرض ان الواحد وتمانين واحد وتمانين صحيك معناها ان الواحد وتمانين هي اللي مكررة شو بعمل بضرب طرفي المعادلة بمية فهون بتصير مية اكس تساوي لما اضرب بمية بحرك الفاصل منزلتين نحو اليمين بتصير صح؟ هيا عادي واحد وتمانين الى اخره بعدين بجزء عبارة عن واحد وتمانين زائد واحد وتمانين واحد وتمانين دوري تمام بس باخد العدد الصحيح الكل وبعدين الفراطة بعوض بقيمها يشو بحط بدلها اكس بتصير مية اكس تساوي واحد وتمانين زائد اكس ناقص اكس ناقص اكس بطلع تسع وتسعين اكس تساوي واحد وتمانين على تسع وتسعين بطلع الجواب اكس تساوي واحد وتمانين على تسع وتسعين اما لاحظين شغلة لما احكي مثلا بقدر احط بحكي تمانية على تسعة صح؟ لنا اغلبهم اجوا على 9 على تسعة صح ولا لا اما هون واحد وتمانين بحط الواحد وتمانين بما انه منزلتين بحط 9 تسعة بما انه منزل الواحدة حطي تسعة واحدة ملاحظين كيف طلعوا الحل حاجب ايزا اجب دوائر يعني هنkon واحد اتتمانين على تسعة وتسعين طلع صح ولا لا طبعا اختصر قصيب على تسعة تسعة بتلتسعة على احداش. قبليها هون طلع اربعة تسعة. هون طلع واحد على تسعة. هون رح يطلع اتنين على تسعة. هون رح يطلع اتنين على تسعة. هون رح يطلع خمسة على تسعة. هون رح يطلع تمانية على تسعة. صح? لاحظين? اذا كان دوائر دايرك تحطولك اجابة. الرقم خمسة على تسعة ليش لانه منزلة واحدة. اذا منزلتين بيكون على تسعة وتسعين. بس طبعا اذا قالك حيل لازم تحيل بالخطوات. مش بس الاجابة النهائية. تمام. هل طبعا اذا كان ما في عرض صحيح هون. بحكي لكم انه واحدة وتمانين بالمية دوري. معناه واحدة وتمانين على تسعة وتسعين. تمام؟ بحكي لك هون اذا كان العدد العشرة دوري مثل هيك. نفس الشي. نفس الاشي. بس ركزوا معي. تغيير بسيط. اذا ما قبل اكمل مثال كنا ناخد هون صفر. والعدد هذا كله دوري. صح؟ هلأ جزء منه بس بتكرر. يعني هي هيك عبارة عن واحد تلات تلات تلات. تمام؟ نفس الاشي. بعبر عنه بي اكس تساوي اربعة بوينت واحد تلات 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 دوري. بضرب بكم؟ بعشرة نفس ما اخدنا. ليش؟ لانه منزلة واحدة متكررة. تمام؟ بضرب عشرة اكس تساوي. بحرك الفاصلة نحو اليمين. منزلة واحدة. تطلع واحد واربعين بوينت تلات 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 دوري. بعدين شو بعمل؟ بجزء العدد العشري. بحيث يعطيني اللي فرضته. هلأ فرجيكم كيف؟ ركزوا معي كتير مليحي. نفس الفكرة. بس قبل كنا يعني مثلا لو يكون واحد واربعين مثل هيك. لو يكون مثلا واحد واربعين صفر صفر مثلا. كنا نجزء مثلا هيك. بطلع الجواب مثلا. بنحكي اربعة زائد صفر واحد. تمام؟ هالمرة هالمرة شو بنا نعمل؟ ركزوا معي. انا ليش بدي اجزء؟ لازم لازم اصنع هون مثل ايش؟ الفرض. الفرض اللي اخدنا الاكس. لازم يكون معنا هون. اذا كان اربع بوينت وينتلات تلات تلات لازم يكون هون اربع بوينت وينتلات تلات. بالعائل. اذا واحد واربعين فاصل تلات تلات تلات. اخرت منها اربعها. معاك مثلا واحد واربعين وتلاتين ارش. اخرت منها اربع ليرات ومثلا وطلتاشر ارش. اكم بضل معاك؟ شو بعمل؟ بطرح الكبير ناقص الصغير بطلع معي الرقم. هادي صح ولا لا؟ فهمتوا علي؟ لما بدي اجي اجزء هاي بالفكرة الحل بكل الاسئلة. لازم لازم يطلع معي رقم زائد رقم صح ولا لا؟ هاي التجزء. الرقم يلي هون رح يكون نفس الفرض. نفس الفرض. نفس الايش؟ الفرض اكس. كيف بدي اعرف؟ بطرح الكبير الرقم الكل هاد اللي بدي اجزءه من تبع مين؟ الفرض. فهمتوا كيف بفكر؟ الفرض لازم تبعي اربعة بوينت وينت تلات 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 دوري. انا مو عارف الرقم اللي هون شو احطه؟ شو بعمل عشان؟ احط الرقم بطرح الكبير هادا ناقص الفراتها هاي ناقص الفرض تبعي. شو بعمل؟ واحد واربعين بوينت تلات تلات دوري. ونفس الاشي فاصلة تحت فاصلة هون رح تكون اربعة وهون كم رح تكون واحد تلات. عاري تلات. تلات ناقص ثلات صفر صفر اتنين فاصلة بتنزل وهي احداش وهي بصير ثلات بطلع سبعة وتلاتين فهمتوها؟ فبطلع تفزيق تبعي سبعة وتلاتين سبعة وتلاتين بوينت اتنين زائد اللي فرضته تمام؟ فايش بعمل؟ شكرا فرضته هيو بقيمه بحط بداله اكس زي مصلحة استخدمتو عشان بالاخير احذفو. ونفس الاشي بحكي ناقص اكس ناقص اكس بطلع سبعة وتلاتين فونت اتنين على تسعة بقيم الفاصلة بحط صفر هون بطلع تلاتمية واثنين وسبعين على تسعين بقسم قسمة طويلة بطلع الجواب اربعة صحيح واثنين على خمسة